ثم هذه المنطقة حدث فيها معجزات كثيرة لكن المعجزة الثانية حدثت في منطقة الأمم يعني بمنطقة مرتفعة أكثر أشبع أربعة آلاف رجل طبعاً معدى النساء والأطفال وجمعوا سبع أسلال وكأن المسيح يقول إذا قادر أن يشبع أصباط إسرائيل الاثنى عشر أرض كنعان كان فيها سبع شعوب كنعان وكأن المسيح يقول أنا أشبع أصباط إسرائيل الاثنى عشر وأقدر أن أشبع أيضاً شعوب كنعان السبعة من هذه المعجزة نشوف سيادة وسلطان المسيح قلبه المليان حنان وأيضاً ندرك أننا أمام شخص عظيم يستطيع أن يقول كن فيكون فهذه المعجزة تعبر عن المسيح الخالق المسيح يعني خلق من شيء موجود لكن كثر مثل ما حول الماء إلى خمر في قانا الجليل ومثل ما رد عيني المولود أعمى ومثل ما أقام العازر لأنثن في القبر أربعة أيام وهذه كلها المعجزات تطلب عملية خلق المسيح استطاع أن يشبع آلاف مؤلفة من سمك وأرغفة بسيطة استطاع أن يشبع الناس هذه المعجزة حدثت على ضفاف بحيرة طبرية مثل ما شايفين كل الخلفية الحلوة بتشوفوا جبل أربيل بتشوفوا جنسار أو بحيرة جنسرات المنطقة اللي تحتي بتشوفوا طبعاً الجبال العالية بتشوفوا منطقة الطابغة وين المسيح أشبع الآلاف جبل التطويبات وين عزة المسيح على الجبل وطبعاً كفر نحوم وكل المناطق هي مناطق كتابية اللي بتعبر عن جلال وسلطان وقدرة الرب يسوع ترجمة نانسي قنقر